وفي السياق طلب منتسبوع الحجد الشعبي رئيس مجلس الوزراء محمد الشعب السوداني ورئيس مجلس القضاء لعلى بالتدخل لمحاسبة محافظة وسط محمد جميل مياحي على خلفية إساءته للرموز العشائرية والجهادية وأحذر منتسبوع الحجد من أن التصرفات وإساءات المحافظة المياحي قد تجر المحافظة إلى حالة عدم الاستقرار والفوضى الأمنية ودعين السوداني إلى التدخل الفوري ومحاسبة المياحي قضائيا وتجميد صلاحياته في المحافظة